كتاب الله للأرواح نور تنال به السعادة والسرور إلى درب الهدى والخير يهدي وللجنات يهدي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام النبيين والمرسلين محمد صلى الله عليه وآله وسلم رؤية جديدة الرائية من المغرب تقول رأيت في منزلي شيخ معروف عند قلة من الناس في الرؤية رأيت هذا الشيخ مضجع على ظهره مريض ومتعب جدا فسألته وكنت في غاية السعادة عند رؤيته فأراد إجابتي فلم يستطع كان الشيطان تلبس به فصرخت وقلت أتركه والله إنك أنت الدجال فنظر لي بنظرة أخافتني ثم فجأة ظهرت زوجة أختي نديا قالت لي أنظري خلفك فالتفت فإذ بنقاط لزجة سوداء تعم جدران البيت قلت أيها الدجال هذا من صنعك فقلت له لا أخافك وقلت والله لأفعل بك ما أوصانا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فتفلت في وجهه وقرأت فواتح صورة الكهف فنظر لي بعينين جاحظتيني لكن لم يستطع التحرك أو إيزائي كان أصيب بالشلل والخرص فقط ينظر إلي وأنا أقرأ عليه حتى استيقظت في ظهر انتهت الرؤية تأويل هذه الرؤية هذه الرؤية تتكلم عن أحوال أهل الإيمان وأحوال أهل النفاق دائما أسميهم معسكر الإيمان ومعسكر النفاق فالشيخ الذي رأته الرؤية هو رمز لأهل الإيمان ولمعسكر الإيمان رمز لأهل الحق صراع دائما طويل جدا وقديم ما بين أهل الحق وأهل الباطل أهل الحق في هذه المرحلة في وعكة في حالة من حالات الخمول نعم هم أهل الحق ولكن ابتعدوا كثيرا عن منهج الحق كما يظهر في هذه الرؤية أن الشيخ مريض ومتعب ومصاب بحالة من الإعياء وقول الرؤية أنها عندما أرادت أن تسأل هذا الشيخ أراد الإجابة ولكن لا يستطيع لأن الشيطان تلبس فيه وهذه إشارة واضحة جدا إلى أن أهل الحق وأهل الإيمان الكثير منهم استحوذ عليه الشيطان فابتعدا كثيرا عن منهج الحق هو يريد الحق ولكن لا يستطيع أن يصل إليه من شدة الفتن التي ضربها الشيطان وحزبه على أهل الإيمان والنقاط السوداء التي رأتها الرؤية عم جدران البيت هي الذنوب والشهوات والملزات التي يغري بها الشيطان وحزبه ومن ورائهم الدجال حزب الإيمان وأهل الإيمان وقول الرائية أنها لا تخاف منه وقرأت فواتح صورة الكهف عليه هي إشارة إلى أن هذا الدجال وحزبه من الشياطين ليس لهم علاج إلا بالعودة إلى كتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يعود معسكر الإيمان إلى سابق العهد من القوة كما كان الأولون من أهل الإيمان والدليل على ذلك أن الدجال عندما قرأ عليه فواتح صورة الكهف لم يستطيع أن يتكلم ولا أن ينطق وهكذا الشيطان وحزبه إذا ما ذكر الله خنسوه وتصاغروا صغر وعرف حجم الحقي وهذه رؤيا أخرى والرائي من مصر يقول رأيت رؤيا غريبة حقا رأيت كأني أدعو الله بالجهاد في سبيله ورأيت كتاب أمامي مكتوب فيه إصبر ستفرح بعد سبع سنوات وكان شكل الكتاب جميل جدا وتحته مكتوب 93% لاحظ لو حطينا سبعة على الثلاثة وتسعون أصبحت مئة في المئة أرجو التفسير وجزاك الله خيرا تأويل هذه الرؤيا في البداية الرأي يحب ويطوق شوقا للجهاد في سبيل الله وينتظر ظهور الإمام المهدي بفارغ الصبر والكتاب المكتوب فيه إصبر هي بشارة خير له بل لجميع من يطوق شوقا لظهور الإمام المهدي مكتوب في الكتاب ستفرق بعد سبع سنين لاحظ أن المنهج السليم في الأرقام في تأويل الرؤى التي تتكلم عن أحداث مستقبلية أن نقول هي إشارة لقرب هذا الأمر لقرب تحقق هذه الرؤية ولا نوقت توقيتات معينة لأن التوقيتات من علم الغيب والغيب لله سبحانه وتعالى ولا يعلم الغيب إلا الله فهي إشارة وبشارة بقرب ظهور الإمام المهدي وعودة الفتوحات الإسلامية من جديد وهذه رؤية أخرى والرأية من سوريا تقول رأيت في المنام نار تشتعل في محيط مسجد فصرت أصرخ على الناس ليطفئوا النار حتى كنت أن أخسر صوتي من كثرة الصراخ فأجاب بعض الناس وأطفأنا النار وبعد أن انتهينا نظرت حول المسجد ورأيت كثير من الرايات السود قد نصبت هذه الرؤية رؤية هامة جدا فهي تتكلم عن رجل يخرج من الرايات السود وتتوحد سوريا بل تتوحد الشام على يديه قريبا ولربما هذا الشخص من الممهدين للإمام المهدي الذي يسلم له سوريا أو أرض الشام بعد أن يبسط سيطرته عليها يسلمها للإمام المهدي والعلم عند الله وحده